أهلا بكم في ردهما على قرار الجزائر بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يؤكدان في بلاغ مشترك أن القرار لن يكون حاليا سوى بتأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني وقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء يونس رفيق بعد العمل به لأزياد من 25 سنة السلطات الجزائرية تعلن عدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي القرار لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني بالمغرب حسب المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وينطلق هذا الأنبوب الذي يمتد لمسافة 1350 كم من حقل حاسر ملب الجزائر مرورا عبر الأراضي المغربية وصولا إلى الجنوب الإسباني ويمكنه نقل كميات غاز سنوية تصل إلى 12 مليار متر مكعب ورسميا انتهت الأجال التعقودية لهذا الأنبوب في 31 أكتوبر فيما الجزائر أعلنت عدم رغبتها تجديد الاتفاق وفي بلاغ مشترك لهما أوضح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنه نظرا لطبيعة جوار المغرب وتحسبا لهذا القرار فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء ذات المصدر تحدث عن الشروع في دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة على المدايين المتوسط والطويلة واللحظة في ثاني أوراق ظهيرة المغرب يشارك في قمة كلاسكو بوفد يقود رئيس الحكومة عزيز أخنوش قمة الفرصة الأخيرة أو الأمل الأخير بحضور أكثر من 120 من قادة الدول والحكومات من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والفرنسي إمانويل ماكرون والهندي ناريندرا مودي والأسترالي سكوت موريسون المدافع الكبير عن استخدام الفحمة يغيب عن القمة الرئيس الصينية الصين التي تعتبر من كبار ملوثي العالم يغيب أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البرازيلي المتهم باجتثاف رئة العالم أشجار الأمازون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر